لم تبقى منها سوى علامة ممنوع الصيد بحيرة ساوى في بادية السماوة جنوب غرب العراق أرض رطبة متنوعة بيولوجيا ومعلما ترفيهيا أصبحت أثرا بعد عين بعد أن اجتمع النشاط البشري مع تغير المناخ ليحولوا أرض البحيرة إلى قاحلة ذات أكوى من الملح هذه الفنادق والمنشآت السياحية المهجورة هنا تعود إلى فترة التسعينيات عندما كانت البحيرة المالحة التي تحيط بها البنوغ الرملية في أوجي ازدهارها مزدحمة بالسائحين الذين يلوذون بها من حر الصيف إحياء بحيرة ساوى أشبه بالمعجزة يتطلب الأمر مواسم أمطار متتالية كنا نقول إننا سنموت قبل جفاف البحيرة بهذه الكلمات يصف الناشط البيئي حسام صبحي ما أصب بحيرة ساوى البحيرة هي تاريخ خاصة عندنا وخاصة هنا يعني تعرف أنا رجاء عمري تقريب ستين سنة يعني عشت ويهاي البحيرة وما تتقبلها كنت أنا توقع أنه أنا متقبلها فسما على الأسف هي ما تتقبلها الشكل واضح يعني بينما ما يحتاج أنه الحكومة المحلية وخاصة الحكومة المركزية ما دخلت ولا تتأيه تمام ولا عارت للبحيرة أي شيء يقول يوسف جبار رئيس قسم البيئة في محافظة المثنى إن البحيرة التي تبلغ مساحتها خمسة كيلومترات مربعة بدأت تجف منذ عام 2014 مبينا أن الأسباب هي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يعني الإجراءات بالدرجة الرئيسية إيقاف يعني هذه الأبار اللي بالقرب من عندها الأبار الارتوازية وإلا سيما يعني المشاريع الصناعية المعامل السمنت والمعامل الملح إذا توقفت هذه الأبار منها ممكن يعود جزء من المياه الجوفية لهذه البحيرة اتفاقية رمسر العالمية بشأن الأراضي الرطبة أقرت في السنوات السابقة أن بحيرة ساوى فريدة من نوعها لأنها مسطح مائي مغلق في منطقة منبسطة ملحية دون مدخل أو مخرج وهي فريدة أيضا لأنها كانت محطة للطيور المهاجرة وموطنا للعديد من الأنواع المعرضة لخطر الإنقراض عالميا مثل النسر الإمبراطوري الشرقي والحباري والبط الرخامي جميع ذلك كان قبل أن تجف البحيرة